تنضم إلينا من موسكو المستشرة في المعهد الروسي لدراسات الاستراتيجية إيلينا سوبونينا أهلا بك سيدة إيلينا سوبونينا لماذا وعلى الرغم عدم فعالية وسطة الاتحاد الإفريقي يعود مرة أخرى سيرجي لوفروف ويؤكد بأنها الوسيطة الوحيدة الذي يستطيع أن يحل قضية سد النهضة نهاركم سعيد نعم روسيا تفهم بأن على دول المجاورة عن تحل هذه المشكلة ما بينها والاتحاد الإفريقي ممكن أن يكون ضامنا وحيدا في إطار هذه المحادثات لأن كثير من أعضاء هذا الاتحاد هم أطراف معانية في هذا الأمر فأعتقد أيضا أن هذه التصريحات تشير إلى أن محاولات سابقة من قبل دول خارج القارة الإفريقية لم تكن ناجحة أيضا حتى الوساطة الأمريكية رغم أنها كانت متواضعة جدا ولكنها لم تنجح روسيا من طرفها مستعدة أن تساعد الدول الإفريقية في هذه المحادثات ولكن روسيا لا تريد أن تكون وسيطا أساسيا ولا تنصح لحد من خارج هذه القارة أن يكون وسيطا أساسيا يجد المتابع للشأن الروسي هذا الأمر فيه قريبا الغرابة سيد صوبونينا روسيا اقترحت مساعدة تقنية وفنية دون لعب دور الوسيط لماذا حالت العزوف هذه عن مساعدة دولة حليفة كمصر في أزمة من أقصى الأزمات التي ربما تواجهها مصر لأن روسيا لديها علاقات أيضا مع دول إفريقية أخرى ليس فقط مع مصر مع السودان مع أثيوبيا مع آخرين فهون روسيا تفهم أن المحادثات ستكون معقدة للغاية وعلى الوسطى أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح دول متعددة أما بالنسبة لمساعدات روسية فنية وتقنية فأكيد أن روسيا تستطيع أن تقدم هذه المساعدات لأن المهندسين الروس في زمان الاتحاد السوفيتي وفيما بعد بنوا كثير من منشآت كهرمائية في منطقة إفريقيا منها السد الأعلى في مصر فأكيد أن روسيا مهيئة لتقديم هذه المساعدات ولكن سيدة سوبونينا ألا يعطي هذا انطباع بأن موسكو ربما تكون قد فضلت المصالح الإثيوبية عن تلك المصرية فيما يتعلق بسد النهضة لا أبدا أبدا وهذه التصريحات تقدم بها وزير لفروف في مصر أو التفاهم ما بين الدولتين هو كبير الآن أكثر من ذلك روسيا تتحدث من جديد عن استعناف الطيران ما بين روسيا ومصر وهذا يعني كثيرا لأن هذه البلاد بحاجة للسياح أجانب وخاصة للسياح روس فموسكو مستعدة أن تتعاون مع مصر وتفهم أهمية شراكة مع هذه البلاد لكن قضية السد بالنسبة لمصر قضية مصرية قضية مستقبل كما تقول مصر قضية قومية وذات أولوية قصوى أتخلي عن المسندة المصرية في هذا التوقيت ألا يكون لن يكون له تابعات سيدة صوبونينا أنا متأكدة أنه من الخطأ سيكون تشكيل تحالفات بين دول إفريقية بسبب قضية السد النهضة لأن هذا ممكن أن يؤدي بسهولة كبيرة لمواجهات وحتى لمواجهات لخطورة مواجهات عسكرية فلماذا وزير الأفروف يتحدث حول غطاء بشكل الاتحاد الأفريقي لكي يتم حل هذا الموضوع بطريقة سلمية وهناك أمور بالفعل متعلقة ليس بالسياسة أما بمسارات المية وبأمور فنية والتقنية المهندسين الروس كما عرفوا درسوا هذا الموضوع بالدقة ويعرفوا كيف ممكن إجاد حل هذه المشكلة بطريقة فنية لإتمان الجميع ولإعطاء ضمانات لجميع الدول المجاورة شكرا لك إلينا سوبونينا من المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية من موسكو شكرا جزيلا لك سيدة سوبونينا شكرا لك